حذر وزير الإعلام والثقاف والسياح معمر الإرياني من كارثة صحية قادمة تهدد سلامة وحياة ملايين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لرهبية التابعة لإيران وأوضح الإرياني أن الندل التي تنظمها ميليشيا الحوثي بعدوان خطورة اللقاحات على البشرية وتحت شعار اللقاحات ليست آمنة ولا فعالة بحضور منتحيل صفة رئيس الحكومة وزيري الصحة والتعليم العالي مؤشرا صادما على الوضاع الصحية في مناطق سيطرة الميليشيات خلال السنوات القادمة وقال الإرياني لأن تقارير طبية قادمة من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تؤكد ظهور مئات الإصابات بشلال الأطفال في محافظتي صعدة وصنعاء بعد أن كانت اليمن أعلنت خالية منها في العام 2009 كما سجلت مؤخرا سبع حالات وفاة واربع واربعين إصابة مؤكدة بالحسبة الألمانية في عزلة حجر بمحافظة حجة ترجمة نانسي قنقر